وقه رئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أربحهم فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وفي لقاء آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد رئيس السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل لسيد رئيس تحيات شقيقه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيد ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طالب السيد رئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العهل السعودي وسموه ولي العهد مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون السنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك